استكملت الهيئة العامة لمجموعة السلام العربي في مقر جامعة العربية بالقهرة مناقشتها لليوم الثاني على التوالي سبل تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب الدائرة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي هذا وأكدت الهيئة على أن إنهاء الصراع لا يكون إلا بإنهاء أسبابها وهي وقف العدوان وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات زيادة وهو الأمر الذي لا بات أو بات مطلبا عالميا على الصعيدين الرسمي والشعبي والتنويه على رفض المعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول في التفاعل مع الأزمة الحالية في هذه الجلسة تم استعراض وتسليط الأضواء على أبرز النزاعات العربية الراهنة وأيضا مرورا بالحرب الغاشمة والفاشية على جزء من الأرض العربية التي هي غزة والضفة الغربية المحتلة وتم قراءات متعمقة لما تواجه هذه النزاعات من استفخال وأيضا مواقف الدول خاصة المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر